إيه الفارق بين النسخة دي والنسخة السابقة ومشاركات السابقة للنادي الأهلي في بطولة ممزيل الأندية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم النسخة دي تحديدا أنا بطلق عليها نسخة التحديات لا يصفقت للأهلي عشان نكون واضحين وصرحة للكل يعني أول مرة النسخة تجمع تلات أنديهم أبطال القرن في كاراتهم ريال مدريد بطل القرن في أوروبا الهلال بطل القرن في أسيا الأهلي بطل القرن في أفريقيا أول مرة تجمع كل الأهلي والهلال لكن مجتمعين ما حصلتش من الثلاثة كده ليه بطولة التحديات النهاردة يعني عاز أقول حرك خمس أندية من السبعة عينهم على أو أربعة عينهم على اللقب بكل أمانة ريال مدريد حامل اللقب سوريا أكتر نادي خد البطولة دي أصدر أربعة مرات وأول بطولة خدها في حاته ده في بطول الكسعام الأندية خدها في المغرب سنة 2014 وهو يعود للمغرب مرة أخرى طبعا خدها أبل كده في الأمارات في اليابان لكن المرة دي بالنسبة له المغرب وش الساعدة الفتاحية الفتاحية تفوزه بالبطولة يعني بالضبط الوداد عايز عنده هدفين عنصر الأرض والجمهور طبعا ده صبر تجامد جدا ليه ثانيا عايز يعادل ورجاء كان بالمناسبة رجاء كان حق مركز تاني ما نجال حضرتك في دي أنه هو عايز يعادل رقم الغريم تقليدي نادر رجاء أنه هو الرجاء شارك مرتين والوداد مرتين يعني دي التانية فعادل الرقم لكن الرجاء وصل الوصيف البطولة سنة 2013 هو عايز يحقق الرقم ده عشان يعادل الأرباء حركة ند للند وعنده حتة بتبقى فيها نوع من التفائل اللي هو كان مدرب الرجاء وقتها كان فوز البنزارتي تنسي الجنسية وتولى المهمة قبل شهر من بطول الكاس العلم للأندية المرة دي تنسي الجنسية برضو اللي هو مهد النفطي وتولى برضو المهمة قبل شهر فده نوع برضو وطبعا عنده عنصر أرض الجمهور وعبط الأفريق النادي النفط ده كان لعيب كبير طبعا النادي الأهلي ده يعني معنا نهاية 2006 صح؟ طبعا نهاية التاريخ الأهلي حسن أهل والصفاق السفاق كده ريال مدريد كده الوداد قبل مراحل الأهلي عندنا فلمانجو فلمانجو عنده حلم مزدوج إنه هيخد البطولة لسببين أولا يرجع سيطرة أمريكا الجنوية تاني اللي كانت ابتدت بها سيطرة قبل ما تاخد أمونها أوروبا من عشر سنين بالزبط من 2012 أخر حد خدها أعتقد كورنسيانز البرازيلي وبعدين هو ثلاثة أندية برازيلية ساوبولو كورنسيانز وإنترنسونالي ثلاثة أخدوها هو عايزي أرابع يعني أنا شاركت زيهم فاخدوا البطولة فده برضه عنده تحدي وكمان بيقرب أكتر لو طبعا نتعرف حرك بطل أمريكا الجنوية وبطل أوروبا بيشاركوا من نصف النهائي نيجي للنادي الأهلي والنادي الأهلي ما كانش في البطولة أساسا لكن طبعا لو تلعبت في كل دول العالم الأهلي لن يشارك إلا في دولة المغرب وحصل في المغرب فالنادي الأهلي النهاردة رايح أقل تعويض من التحدي دولي مش من التحدي الدولي سواء من الكاف سواء من كل مش عارف مين عمل إيه والملعب هو مكافئة ربنا مكافئة ربنا على السعي كان فيه ناس كدامة تقول إيه الأهلي شارك شوفوا المحظوص ده شارك ولعب مش عارف في أفريقا هو الوصيف ومش عارف في السوبر ده اسمه السعي ده مكافئة ربنا يعني أتفق معك لكن التحدي الدولي للكورت القدم اللي بيرفع شعار في كل بطولاته الفير بلاي أنا فاهم مدرك تماما لحجم الكارسة اللي خصلت أنا عارف طبعا هم المغربة نفسهم عارفين أنه ما ينفعش اللي حصل لكن في النهاية أقصد أقول لحركة أنا بأجيب حاجة بتجب تعوض ربنا عشان كده عندي تفاقل بالنسبة نادي الأهلي بس أنا ما يجب أن يتكلم عنه يعني في البطولة دي تحديد النادي الأهلي داخل البطولة هو آخر بطولتين كان البرونزية والبرونزية حتى في البطولة الأخيرة اللي كانت في أبو ظب النادي الأهلي كانوا تزلم فيها برضو من الكاف مش من الفيفا تزلم من الكاف من الاتحاد المصري من الاتحاد المصري بس أقصدوا الحتة بتاعت اللي هو لما راح شارك ولعبته كان بتشارك في كسر الأفرقية وطبعا ولاتحاد المصري لما قالك هيشارك بكامل نجوم طبعا تصريح معناه هزلي إنه هو المنتخب هيخرج من البطولة بس أقصدوا طبعا المنتخب وصل للنهاء يا جماعة حتى لو كان كسب مش كان بس أقصدوا خسر لكن في النهاية النادي الأهلي هي لعب منقوص من فأنا بأشوف إنه هي يعني عادل ربنا تعويض ربنا عفوا تعويض ربنا للنادي الأهلي مكافأة على إيجادته ليه النادي الأهلي يشارك في البطولة دي لأنه ده الوصيف ماشي الوصيف بس هو النادي الأهلي سعى وصل للنهائي وخلاص لم يكتب له النجاح في الفوز باللقب أيا كانت الأسباب خلاص اللقب ما أخدوش النادي الأهلي فبالتالي لقي نفسه في البطولة كمكافأة من ربنا مش أكثر يعني لكن طبعا هي تلعب في المغرب شيء جميل ده حاجة تساعدنا كلنا النادي الأهلي كمان عنده حاجة مهمة بالنسبة للمغرب أنه هو آخر مشاركة ليه في البغرب لم يوفق خسر من بطل الصين 2-0 وخسر من الفريق المكسيكي 5-1 أنا فاكر كان أكبر هزيمة ليه فعنده برضو الباعث أكثر كلاب أمريكا؟ لا 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 اللي هو منتاري منتاري كانت مباراة في المراكش أنا حضرتها حتى في الملعب ليه بطولة الدحايتات؟ كل دول عايزين يعملوا حاجة حتى الإيلال السعودي اللي هو بيطمح أنه شارك مرتين المرتين خد مركز رابع في المرتين وعايز المرتين يتخطى بقى الرابع يتخطى الرابع أنه هيصل نصف النهائي حتى لو خسر هو طريقه فيلمينجو لو كسب الوداد هيقابل فيلمينجو موقفه صعب شوية فعشان كده البطولة في مجملها خمس أندية لأطلما حضرتك بخلاف بقى سيات البطل أمريكا الشمالية و أوكلان سيتي بطل أوكانيوس اللي اتنين إلى حد ما أقل من باية فرق على الورق طبع لأنه كورت قد مفاش الكلام ده فعشان كده بطولة بصراحة تبقى قوية يعني بغض النظر أو بعيد عن كل البطولات اللي حصل بكده البطولة دي تحديدا فيها تحديات كل مطش فيه تحديات من الخمس فرق اللي اضطتها حركة عشان كده احنا بصراحة موعدين على موعد كبير مع المتعة في البطولة دي من أول مباراة لآخر مباراة إن شاء الله أصعب بطولة تفتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر